شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين هذا هو اليوم الأول من أيام شهري ذي الحجة الحرام شهر ذي الحجة إحدى الأشهر الحرام ونحن نستطيع أن نطلق على هذا الشهر شهر العبادة المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في مفاتيح الجنان يقول إن صلحاء الصحابة وصلحاء التابعين كانوا يهتمون بالعبادة في هذا الشهر اهتماما بالغا فهذا الشهر إذن شهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وهناك بعد آخر لهذا الشهر المبارك هو أنه شهر الإمامة الإلهية هناك صلاة تصلى في العشر الأوائل من هذا الشهر الإمام الباقر أوصى ولده الإمام الصادق صلوات الله عليهما بهذه الصلاح ركعتان يصليهما المؤمن بين المغرب والعشاء في العشر الأوائل من ذي الحجة في كل ركعة يقرأ بعد الحمد والتوحيد هذه الآية المباركة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر لعله يبدو غريبا عند البعض انتخاب هذه الآية المباركة ولكن الشيء الذي يبدو أنه باعتبار أن هذا الشهر هو الشهر الإمامة الإلهية من الليلة الأولى من الشهر يعني قبل اليوم الأول قبل النهار الأول في الليلة الأولى التي تدخلون فيها في الشهر لأنه من الناحية الشرعية الليالي تابعة لليوم القادم فعندما ينتهي شهر ذي القعدة في اليوم الأخير الليلة الأولى تابعة لشهر ذي الحجة انتوا من الليلة الأولى من اللحظات الأولى التي دخلتم فيها في شهر ذي الحجة الدين يوجهكم إلى هذه القضية المهمة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة نبي الله موسى أراد أن يغيب عن قومه ثلاثين ليلة فقط خلال حالة الثلاثين الليلة لم يتركهم بلا قيادة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين حتى ثلاثين ليلة يريد أن يغيب نبي الله موسى لا يتركهم بلا قيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو النبي الخاتم وأمته هي الأمة الأخيرة حتى انتهاء الأرض ومن عليها هل يعقل أن يغيب عن هذه الأمة غيابا أبديا ويترك هذه الأمة بلا قيادة هل هذا ينسجم مع الحكمة هل هذا ينسجم مع الرحمة هل هذا ينسجم مع الرأفة النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف وهو الرحيم واشتق لنبيه صلى الله عليه وآله صفتين من صفاته الله رؤوف ورحيم والنبي صلى الله عليه وآله رؤوف ورحيم فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يترك هذه الأمة بلا راعي وبلا قيادة وليظلوا يتنازعون فيما بينهم ألوف الأعوام هذا ممكن الجواب كلا من الليلة الأولى من هذا الشهر الدين يريد يريد أن يلفتن إلى هذه القضية المهمة حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول المواقف التي اتخذت ولا تزال تتخذ من قضية من قضية الإمامة الإلهية هناك ثلاثة مواقف الموقف الأول موقف الجهل وهذا مع الأسف موقف كثير من المسلمين موقف لا أعلى موقف لا أدري هل الجهل عذر إذا كان الجهل عذرا لزم إفحام الأنبياء عندما كان يأتي نبي من الأنبياء ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى الناس لا يعلمون في بداية الأمر أن هذا النبي نبي صادق أو لا وأنه يمثل السماء أو لا فالحالة الأولية هي الجهل إذا كان الجهل عذر كان كل واحد من الناس يقول أنا لا أعلم أن هذا صادق أو لا ويذهب إلى بيته جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم هذا موقف قوم النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانوا يخلون أصابعهم في آذانهم وفي المطول على ما الذكر يقول يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يقول جعلوا أناملهم في آذانهم لأن الإصبع لا تدخل في الأذن الذي يدخل في الأذن الأنمل كأنه لعله هذا يحاولون مهما أمكان أن يقحموا كل إصبعهم في آذانهم حتى كلمة واحدة لا يسمعونها حتى لا تتم عليهم الحج واستغشوا ثيابهم يخلون ثيابهم أمام أعينهم حتى لا يروا نبي الله نور هذا العمل الذي كان يفعله المشركون تجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعل معنى الآية يعني سووا جلب ضوضاء حتى لا يعلم ماذا يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأفراد الذين كانوا يأتون إلى الكعب بالتاريخ أكوا أنه كانوا يعطونهم قطن حتى يخلون القطن في آذانهم ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله إذا كان الجه العذر إذن لزم إفحام كل الأنبياء أي نبي من الأنبياء لم تكن له حج إلا لمن عرف الحقيقة اتفاقا الجه المعذر في أي قانون وضعي حتى القوانين الوضعية الفعلية الجهل لا يعتبر عذرا أنا أجهل القانون ما إلك حق أن تجهل القانون أنت الذي تعيش في دولة يجب أن تعرف قوانين تلك الدولة عندما تريدون أن تدخلوا مطار دولة يجب أن تعرفوا ما هي البضائع الممنوعة إذا أدخلت بضاعة ممنوعة في مدينة في مطار المسؤولين يأخذوكم تقولون أنا لا أعرف يقول ما لك حق أن تدخل بلدا وأنت لا تعرف قوانين ذلك البلد الجه المعظر إحنا يجب أن نعرف ماذا قال الدين في قضية الإمامة الإلهية كثير من المسلمين يجهلون هذه القضية ويبررون جهلهم بأنه وقت ما عدنا أشغالنا تمنعنا واحد يهتم بالقضايا الجزئية الثانوية ويغفل عن القضية الكلية اللي ترتبط بتقرير المصير هذه القضية قضية خطيرة قضية الجنة أو النار النبي صلى الله عليه وآله يقول تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة الناجية والباقي كلهم في النار القضية قضية تقرير مصير قضية حق وباطل من يتمكن يقول واحد أنا ما عندي وقت أنا مشغول يجب أن يحقق في هذه القضية إحنا في جزئيات الأحكام يجب علينا أن نحقق كيف نصلي كيف نتوضى كيف نحج فكيف لا نحقق في هذه القضية الكلية وهي قضيات القياد والإمام إذن الموقف الأول وهو موقف الجهل موقف مرفوض وهذا الجهل لا يعتبر عذرا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة واحد يقول أنا ما كنت أعرف ما كنت أدري في الحديث أنه يقال للمكلف لما لم تعمل فإن قال لم أعلم قيل له هل لا تعلمت بمجرد ما إن قدح في ذهنك الشك هل هذا الخط اللي أنا أسير عليك الصحيح لو باطل تمت الحج عليك بل يمكن فد واحد مستضعف يعيش في منقطع البراري أو رؤوس الجبال لا يعرف شيئا من الاختلاف لو فرضنا وجود مثل هذا الفرد هذا الفرد يمكن أن يكون معذور هذا مستضعف ولكن الواحد اللي خطر في باله مجرد خطور أن هذا طريقي حق أو باطل يغمض عينه ويمشي في طريقه هذا الجهل لا يعتبر عذره ولذلك لاحظوا الفقهاء في بداية كتاب التقليد يقولون يجب على كل مكلف أن يعرف أصول الدين بالدليل برهان يكون هناك بعض المذاهب وبعض الفرق يمنعون البحث عندما تذهبون إلى مكتباتهم تجدون أن كتب أهل البيت صلوات الله عليهم ما 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 لها وجود في مكتباتهم الغاء ليش لأنه يخافون هذا الجهل لا يعتبر عذره يجب علينا أن نحن نحقق نفحص نشوف ما هو الحق وما هو الباطل الموقف الموقف الثاني موقف الجحود الجهل لعله يكون موقف الأكثرية الموقف الثاني موقف الجحود الجحود من الناحية اللغوية عبارة عن الإنكار بعد العلم واحد يعرف الحقيقة وينكر الحقيقة العجيب أنه هذا الإنكار قد لا يكون إنكارا عمليا فقط وإنما يكون في بعض الأحيان إنكارا قلبيا يعني الفرد الذي وصل إلى الحقيقة إن كشفت له الحقيقة رأى الحقيقة هذا يمكن أن ينكر هذه الحقيقة بقلبه ممكن الجواب نعم لأن الإذعان مو إذعان عملي فقط عدنا وراء الإذعان العملي إذعان قلبي يمكن واحد يعرف حقيقة ولا يذعن بقلبه لتلك الحقيقة يكابر هذه القضية قضية اختيارية قضية الإذعان القلب الله تعالى يقول وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا كانوا يعلمون أن هذا النبي صلى الله عليه وآله يعرفونه في آية أخرى كما يعرفون أبناءهم يمكن واحد من يعرف ابناء يمكن واحد يشوك في ابنه هالشكل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله ولكن علماء أهل الكتاب اتخذوا موقف الجحود أنكروا يمكن واحد ينكر عملا وينكر قلبا أيضا على قول الأصوليين بين العلم والإذعان القلبي عموم من واجه قد يكون عندنا علم بلا إذعان وقد يكون عندنا إذعان بلا علم وقد يكون عندنا علم وإذعان وقد لا يكون عندنا لا علم ولا إذعان أربع حالات موقف الجحود الموقف الذي اتخذه علماء أهل الكتاب تجاه النبي صلى الله عليه وآله أكو هذا الموقف الجواب نعم هناك أفراد وصلوا إلى الحقيقة في قضية الإمام إن كشفت لهم الحقيقة كثير من العلماء عندما يطالعون عندما يقرؤون يصلون إلى الحقيقة ما يحتاج يطالع كتب الشيعة هذا من لطف الله سبحانه حتى اللي يطالع كتب الآخرين من خلال كتب الآخرين يمكن أن يصل إلى قضية الإمام الإلهي ما يحتاج يطالع كتب الشيعة هذا من لطف الله من رحمة الله أنه جعل الحق واضحة كثير من الأفراد يصلون إلى الحقيقة تنكشف لهم الحقيقة ولكنهم يتخذون موقف الجحود موقف المكابرة لأنه الإذعان بهذه الحقيقة صعب عليهم هذا الذي ألف منهج معين منهج منهج الآباء منهج الأجداد هاي قضية هاي قضية كلش مهمة في هؤلاء المتحولين الذين تحولوا راجعوا قضاياهم هاي القضية كلش مهمة بواحد مرة وحدة ينقلع عما ألفه الانتقال عن المألوف جدا مشكل مرة واحدة يأتي ويرى أن طريقة الآباء والأجداد كانت خاطئة هذا التحول صعب إلى أبعد الحدود بعدين أكو هناك مصالح في القضية واحد عنده مجموعة من المصالح الاجتماعية الاقتصادية في الآية الكريمة مودة بينكم في الحياة الدنيا واحد عنده شبكة من العلاقات الاجتماعية أقارب عنده إذا واحد أذعن بالحقيقة اعترف بهذه الحقيقة كل هاي شبكة العلاقات تختال لازم يروح يقعد في بيت في بعض الأحلام يمكن واحد له مقام اجتماعي يفقد ذلك المقام الاجتماعي الاعتراف بالحقيقة الإذعان للحقيقة سواء كان إذعان خارجي عملي أو كان إذعان قلبي كلاهما صعب ولذلك كثير من الأفراد وبالذات العلماء يصلون إلى الحقيقة يشوف الحقيقة ولكن كثير في هذا المجاور الأفراد الأفراد المحقق المحقق المعروف الشيخ القرشي نقلها عن الشيخ مغنية المؤلف المعروف أنقل أنقل هذه القضية لأن هذه القضية تمثل فكر شريح كبير لا تمثل فردا فقط قال قال في يوم الأيام القضية هي مطولة ولكني أختصر القضية قال في يوم الأيام جاءني أحد العلماء من القاهرة عالم كبير وقال لي أريد أن أبحث معك حول الإمام قلت أهلا ومرحبا قلت له هناك شيئان الشيء الأول أنه إحنا بحثنا كله يدور حول الآيات والروايات الشريف وأنا متطهر متوضع أنا أريد أن تكون أنت متوضعا أيضا لأنه واحد عندما يقرأ الآيات القرآنية يقرأ الأحاديث النبوية هذه الأحاديث هذه الآيات لها قدسية خاصة قوم وتوضع فقام وتوضع الشيء الثاني إحنا يجب أن يكون رائدنا الحق إذا انكشفت لي الحقيقة أنا حاضر أترك دين آبائي وأجدادي بكل سهولة وأصبح أمويا أو لفظ آخر وإذا انكشفت لك الحقيقة فيجب أن تكون من الآن متهية أن تكون علوية إذا انكشفت لي الحقيقة أنا حاضر أكون أموي طبعا بلفظ آخر إذا انكشفت لك الحقيقة يجب أن تكون حاضر أن تكون علوي قبلت قال نعم يقول بدأنا بالحوار حوار مطول واللطيف أن هذا الحوار سجل أيضا في شريط قلت له النبي عندما كان موجود مضمون القضية لا أتقيد بالألفاظ النبي عندما كان موجود المرجعية لمن قال واضح المرجعية عندما النبي موجود للنبي الأعظم صلى الله عليه وعه قلت له القرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أنفسنا من علي بن أبي طال ندعو أنفسنا علي بن أبي طال بعد وفاة النبي نفس النبي موجود بعد وفاة النبي النبي راح نفس النبي موجود فكأنه هو النبي ليش نروح وراء الآخرين وأخذت أعدد له الأدلة والبراهين تدرون ماذا كانت النتيجة النتيجة غضب ذلك العالم وقال والله لو بعث محمد حيا صلى الله عليه وآله وقال وقال لي إذا يقول اتبع علي أنا ما اتبع علي والقضايا من هذا القبيل كثير الذين وصلوا إلى الحق وعرفوا الحق وكابروا وجحدوا كان واحد من أئمة الجماعة يقول شخص السند الآن موجود عندي يقول ذلك الشخص دخلت على ذاك إمام الجماعة في شهر رمضان فقال لمن في البيت لخادمة جئوني بالقهوة جيبوا قهوة قلت له الشيخنا شهر رمضان قال أعلم شهر رمضان جيبوا قهوة قلت له أنت مصايم قال الله قلت مريض عندك عذر قال لا قلت إذن لماذا تفطر قال ذلك إمام الجماعة لأني توصلت بعد مطالعاتي إلى أن الحق متمثل في علي ابن أبي طالب ولكن نفسي لا تطاوعني على القبول بإمامة علي ابن أبي طالب وأنا أعلم من لا يقبل علي ابن أبي طالب لا فرق عند الله أن يصلي أو لا يصلي أن يصوم أو لا يصوم ليش أتعب نفسي صلاة الجماعة مفروضة علي لأن موظف عند الدول أصلي ولكن الصيام لا كداعي واحد أحيانا يصل إلى هذا الدرك والعياذ بالله وجحد بها واستيقنت ها أنفسهم ظلما وعلوا هذا هو الموقف الثاني طبعا هناك أفراد امتلكوا الشجاعة الكافية هؤلاء لا يمثلون الكل هناك أفراد كثيرون امتلكوا الشجاعة وجهروا بالحق لما وصلوا إليه وتحملوا كل ما ترتب على هذا الإعلان وهذا التجاهل حتى بعضهم هاجروا من بلاده السحرة قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا بعضهم هاجروا إلى بلادهم ذهبوا إلى بلاد المهجر على أثر الضغوط الاجتماعية والسياسية تحملوا عناء الغربة أكو أيضا هذه النمات الموقف الثالث والأخير بعد موقف الجاهل وموقف الجحود هو هو موقف التحقيق والتسليم هذا هو المطلوب من كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يذهب ويحقق بلا اتخاذ موقف مسبق إذا النبي قال علي نتبع علي إذا النبي قال فلان نتبع فلان نحن عناد ماعد تعصب ماعد هكذا ينبغي نبدأ من جديد ماذا قال النبي إذا النبي الآن مو موجود بيننا كلماته موجود هديه موجود أحاديثه موجود سيرته موجود وأنا أظن إذا واحد يلاحظ تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من اليوم الأول إلى اليوم الأخير يشوف بوضوح أن النبي الأعظم من اليوم الأول إلى اليوم الأخير كان يقول علي علي واضح في حياة ما يحتاج واحد يقرأ كتب الشيعة لا حتى يقرأ كتب الآخرين النبي في بداية دعوته لاحظوا بداية الدعوة ولاحظوا نهاية الدعوة في بداية الدعوة عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين من ذلك اليوم النبي كان يقول علي واضح أي محلل أي مؤرخ أي مطالع في التاريخ منصف يرى هذا بوضوح من اليوم الأول إذا تحبون في الغدير المجلد الثاني صفحة 278 وصفحة 209 إلى صفحة 2089 لاحظوا المصادر ولاحظوا كتاب المراجعات المراجع رقم 20 النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هاي بداية الدعوة جمع أربعين واحد من أقربائه من عشيرته الأقربين قال لهم هذا في كتب السنة موجود مو في كتب الشيعة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم خليفتي في اليوم الأول فأحجم القوم عنها جميعا وقال علي أنا يا نبي الله فأخذ النبي صلى الله عليه وآله برقبته وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعكم أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا العجيب أن الطبري في تاريخه في المجلد الثاني صفحة 63 و64 ينقل هذه القضية بهذا الناحو ولكن نفس هذا الطبري في تفسيره يقول إن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير الطبري جزء 19 صفحة 75 يقول النبي قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا النبي قال إن هذا أخي وكذا وكذا كذا وكذا يعني شنوه هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله لاحظوا الطبعة الأولى ذكر هذه الكلمات وصي وخليفتي من بعد في الطبعة الثانية حذفت هذه الجنب وكأن الطبعة الأولى لم تكن موجود ولم تؤلف بيد هذا المؤل في أحاديث المرأة إذا تلاحظون محاولة إلغاء علي من التاريخ المرأة تقول فخرج النبي متكئ على الفاضل لعله ورجل آخر من هذا الرجل الآخر في مرضه صلى الله عليه وآله فخرج متكئ على لعله الفاضل ورجل آخر من هذا الرجل الآخر علي بن أبي طالب هناك يكون رجل آخر هنا لم يكون وكذا وكذا وفي صحيح البخاري يحذف الحديث كله ويقال فقال علي أما علمت أن النبي قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وإن أول الحديث وإن آخر الحديث واحد يجي يدخل على واحد يقول أما علمت معنى ما أول وان إلغاء علي من التاريخ إلغاء أهل البيت من التاريخ تهميش أهل البيت إقصاء أهل البيت هذا في اليوم الأول في بداية الدعوة وحتى نهاية الدعوة النبي قال ائتوني بدوات وقلم أو نحو ذلك أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فقالوا إن الرجل لا يهجر في صحيح البخاري أو غلب عليه الوجه موقف التحقيق ومهما كانت نتيجة التحقيق التسليم لهذه النتيجة الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نعبده كما نريد يريد أن نعبده كما يريد إذا واحد قال لله سبحانه وتعالى أنا أصلي قبل الوقت كانت فتخ الدامة دائما أصلي قبل الأذام كانوا يقول لها ليش كانت تقول الله قبل ما يقول لي صلي أنا أصلي الله يقبل هذه الصلاة هذا منطقها كان كانت تقول مولاتي قبل ما تقول لي أفرش الصفرة أنا أفرش الصفرة الله قبل ما يقول لي صلي أنا أصلي المهم أن نعبد الله كما نريد أو أن نعبد الله كما يريد الله يقول هذا الوقت صلي إذا واحد ثانية قبل الأذان بدأ بأله أكبر ألف الله أكبر كانت قبل الأذان قبل الوقت يعني الله ما يقبل هذه الصلاة هذه النقطة التي تورط فيها الشيطان الأكبر قال لله أعبدك كما أريد لا كما تريد الله قال ما أريد هذا لأن الذي يعبد الله دقيقوا في هذه النقطة الذي يعبد الله كما يريد هو هذا ما دا يعبد الله هذا دا يعبد نفسه ورأيه وهو الله يريد أن تعبده ولا تتم عبادة الله إلا بأن تعبده كما يريد هو ولذلك الله طرد الشيطان وقال له وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين إحنا يجب أن نلاحظ أن الله ماذا قال إذا الله قال علي بن أبي طالب نتبع علي بن أبي طالب إذا الله قال كردوي إحنا نتبع كردوي إحنا ما عندنا قرابة ويا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يعني قرابة تسوقنا إلى مكابرة الحق وما عندنا عداو ويا كردوي بما هو كردوي إذا الله قال اتبع هذا لازم نتبع هذا إذا قال اتبع ذاك لازم نتبع ذاك أكو هناك نقطة أخيرة نشير إليها ونختم بها الحديث وهذه النقطة أنا أظن أنه من يبحث في نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلا عناد يقتنع اقتناع كامل بنبوة أي دين من الأديان إذا بتجرد بموضوعية يحقق يصل إلى نبوة وأي باحث موضوعي يحقق بموضوعية وتجرد وبدون مسبقات ذهنية يحقق في إمامة علي بن أبي طالب يصل إلى إمامة علي بن أبي طالب علم المحجة واضح لمريده في ذلك الشعر المعروف ولقد عجبت لها لكن ونجاته موجودة طريق واضح ليش واحد يهلك وَلَقَدْ عَجِبْتُ لَهَا لَكِنْ وَنَجَاتُهُ مَوْجُودَةٌ وَلَقَدْ عَجِبْتُ لَمَنْ نَجَى لأن هذه الإغراءات محيطة تمنى النقطة الأخيرة أن مرجعية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه التي أكدها النبي صلى الله عليه وآله في يوم الإنذار وفي يوم الغدير 18 ذي الحجة من الجدير بنا جميعا أن نهتم بهذه الأيام عشرة الغدير من 15 ذي الحجة إلى 25 ذي الحجة عشرة الغدير هذه المرجعية التي أكدها النبي صلى الله عليه وآله في يوم الدار في يوم الإنذار وفي يوم الغدير وفي رزية يوم الخميس من أول حياته إلى آخر حياته هذه المرجعية لا تختص بالمرجعية السياسية النبي صلى الله عليه وآله أكد على مرجعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المجال السياسي في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي في المجال الفكري في المجال العقائدي في المجال الفقهي خذوا دينكم من علي دينكم الدين أعى الدين فد مجموعة متكاملة تشمل العقيدة وتشمل السياسة وتشمل الاقتصاد ومع الأسف الأمة عموما بعيدة عن مرجعية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا نهج البلاغ كنز ثمين أين نحن عن نهج البلاغ كم نحفظ من نهج البلاغ كم نقرأ من نهج البلاغ إذا المسيح بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان عنده مثل نهج البلاغ تعلمون المسيحيين ماذا كانوا يفعلون أحد الأفراد نقل بأنه شوفوا حتى كبار العلماء نقل أن الشيخ محمد عبده هذا لم يكن يعرف عالم كبير في القاهرة لم يكن يعرف أن هناك كتابا باسم نهج البلاغ هذا الكتاب الذي يتلو القرآن الكريم في الرتبة لا يعرف هذا العالم ليش لأنه أكو هناك نطاق مضروب حول علي بن أبي طالب حجر أكو على فكر علي بن أبي طالب على نهج علي بن أبي طالب على أهل البيت عمومة كم عام كان يعيش في القاهرة هذا العالم إلى أنه اتفق في يوم من الأيام أن الشيخ محمد عبده يذهب إلى بيروت ويتردد على بعض المكتبات واتفاقا في يوم من الأيام يقع نظره على كتاب يحمل عنوان نهج البلاغ للإمام علي بن أبي طالب عجيب علي بن أبي طالب أم له كتاب باب مدينة علم النبي وين تراثه وين أحاديثه وين فكرة وين ثقافته أكثر من أربع سنوات الإمام كان حاكم بالحكومة الظاهرية وين تراثه أبو هريرة إشقد إلى حضور في صحاح المسلمين وعلي بن أبي طالب لا حضور له شبه إلغاء كم حديث يأخذ هذا الكتاب يقول أقضي ليلة مع كتاب نهج البلاغة ومع علي بن أبي طالب عندما يفتح هذا الكتاب يشوف لا هذا مو كتاب ليلة هذا كتاب عمر فيأخذ ذلك الكتاب ويطالع ذلك الكتاب ويقضي الليالي والأيام في استلهام الخزائن المعنوية الموجودة في هذا الكتاب شوفوا مقدمته على نهج البلاغة يقول فتحت لي آفاق جديدة فتحت لي وبعد ذلك وبعد ذلك يفكر أن يكتب شرحا توضيحيا على نهج البلاغة حتى يعرف المصريين أو يعرف العرب على هذا الكتاب هذا في الواقع جزء من ظلامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إلغاؤه إقصاؤه تهميشه في الواقع هذا جزء من ظلامة الأمة لأن الأمة تظلم نفسها حين لا تستلهم من علي بن أبي طالب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر